احمد ايش عارف فنسأله نسأله ليه اعتزلت يا كابتن من بعدك عندنا مشاكل كتير احمد عبدالهادي في مصر يعني اعتزلت ليه اعتزلت عشان انا وصلنا طبعا مفيش حد عايزي ايه بيدي عن الملعب انما بيجي لك لحظة بتكون خلاص حققت كل الاهداف والطموحات اللي عندك حققت وفي نفس الوقت عايز تدي بقى فرصة لجيل جديد طالع استمحنا مش هنفضل موجودين في الملعب يعني انا اعتزلت تسعة وتلاتين سنة اه برضو سن كبير جدا لازم تدي فرصة للناس اللي طالعها بعديك لان الاستمرارية يعني عمرها ما كانت لحد يعني استمرارية عمرها ما كانت لحد المهم ان انت تخرج في اللحظة المناسبة والوقت اللي انت شايفه يفيد النادي والمنتخب بتاعك والوقت تسمح لفرصة اللاعب تاني موجود يعني فالحمد الله الواحد كان موفق في توقيت اللي بتاعات ده اسلام عشان ندي بعد بعد الخروج من كاس العالم 2014 الاستمرار كان صعب كان صعب ان انت تستمر بعد اللي حصل يعني طيب كابتن واقل برضو اشتريالا ce بصروع هناك دورة اشتري